هذا وتحتفل دولة الكويت الشقيقة في الخامس والعشرين من كل عام بذكرى يومها الوطني وذكرى التحرير مستذكرة تضحيات أبنائها الأوائل الذين قدموا الغالي والنفيس من أجل صون أمن الكويت واستقرارها ومكتسباتها التنموية ويرجع تاريخ أول احتفال بالعيد الوطني إلى التاسع عشر من يونيو من العام 1962 وقد تم دمج عيد الاستقلال مع تاريخ جلوس الراحل الشيخ عبدالله السالم الصباح على حكم الكويت في الخامس والعشرين من فبراير 1963 والذي كان الاستقلال في عهده ومنذ ذلك التاريخ والكويت تحتفل بعيد استقلالها بتاريخ الخامس والعشرين من فبراير من كل عام وتأتي الاحتفالات الوطنية هذا العام 2022 بطابع خاص يعكس الاهتمام من قبل القيادة السياسية والحكومة للعمل على خلق أجواء من البهجة والفرح والترفيه في الكويت للمواطنين والمقيمين على حد سوى ترجمة نانسي قنقر